أهلاً أحبائنا مشاهدينا والحلقة اليوم تتعلق في يوم المرأة العالمي ومرة تاني بحب أهنيكم في هذا اليوم كل عام وأنتنا بألف خير خلينا أتكلم عن بعض الأوصاف اللي بيذكرها الكتاب المقدس عن المرأة وطبعاً بالمقارنة خلينا بس أقول في البداية أنه قيمة المرأة في أيام المسيح كانت قيمة يعني لا قيمة لها بالذات في أيام الرومان واليهود طبعاً التقليد اليهودي والسامريين جميع هذه الحضرات وضعت المرأة في مستوى منخفض ولكن لما بتيجي للعهد الجديد للرب يسوع المسيح نرى أن المسيح يرفع من شأن المرأة ويقدرها ويحترمها ويصفها بأعظم الأوصاف أحبائي أوصاف كثيرة للمرأة في الكتاب المقدس فمثلاً الشيء المعروف في سفر الأمثال إصحاح 31 من آية 10 بيتكلم ويقول إمرأة فاضلة من يجدها لأن ثمنها يفوق كل الآلة إمرأة فاضلة وهذه الإمرأة بيتكلم طبعاً مثل رعوس المؤبية رعوس المؤبية اللي طبعاً اختارت الإله الحقيقي إله حماتها نعمي ويقول عنها الكتاب إمرأة فاضلة كرعوث ورعوث بالجدير بالذكر أصبحت الجدة الكبرى للنبي داود وطبعاً من النبي داود أو من سلالة النبي داود جاء يسوع المسيح ثم يصف الكتاب المقدس مش بس فاضلة إمرأة حكيمة وقوية الشخصية وبتشوف هذه المواصفات عدة مرات في سفر الرؤية مرة أخرى في سفر الأمثال بيسميها المرأة المتقية الرب تمدح فهذه المرأة هي التي تمدح من بعض المواصفات اللي بيتكلم عن المرأة المرأة الفاضلة تاج لبعليها سفر الأمثال إصحاح 12 والآية 4 إذا كان يصف الكتاب المقدس أن الرجل هو الرأس فالمرأة هي زينة الرأس في التاج الذي يتوج على رأس الرجل فهي تاج لبعليها ثم يصفها الكتاب المقدس أنها هدية من عند الرب المرأة هدية من عند الرب أمثال 19 والآية 14 يصف الكتاب بسفر الأمثال أنها مجتهدة ومدبرة وصف آخر للمرأة مكتوب امرأتك مثل كرمة مثمرة في جوانب بيتك مزمور 128 والآية 3 وطبعا الشرقيين سواء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا احنا منعرف الكرمة لما بتكون مثمرة ومزينة كل البيت في العناقيد اللي بتدل منها عناقيد العنب الجميلة فيصف الامرأة ككرمة مثمرة ووصف آخر للمرأة هي التي وضعت أولوياتها بالشكل الصحيح وهذه المرأة المتقية